والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبائي متابعين الزراعة. اه ان شاء الله النهاردة هنوريكم طريقة الزراعة الليف. اه في شالية زي كده. اه وسائل جدا خالص يعني ممكن زراعة عادة في شالية او اه في كيس. اه انا زرع في المزرعة بس عامل الفضل من بزور. فقولت احطهم في كام كيس كده بحيس ان ممكن فيه جورة ما تطلعش او اه تغيب او تتأخر او كده يعني لان البزور بتغيب على ما تطلع معانا. بنجيب اي شالية زي كده بكون مخرمة من تحت. مش شرط انها تكون كبيرة. بعد كده انا بنقلها في حاجة اكبر شوية. دي كياس برضو مخصصة للشتلات برضو. لو انا ملاقيتش اه شالية. بنعمل حوالي اه اه تلاتة سنطي كده وبعد كده بن بنحط فيها ايه البزور معانا. الكياس دي مش غالي خالص. يعني تقريبا اه اه كيس اه مش مكمل حتى ربع جنيه. ده بتبع كده نص كيلو او كيلو على حسب اه اللي انت محتاج بموجودة عن بطاقة البزور. بس الكيس محتاج بان احنا نحرام ان شاء الله دي البزور اللي فضل معانا. اه انا كنت بليلها بس هيها لسه مزرعتش معانا. بس انا كنت بليتها ادت يومين في المية. بنغرزها بالشكل ده هو ان نحاول نخلي البوز بتاع البزر معانا يكون اه لتحت لان جزور بتاعتها سبحان الله بتطلع الاول وعد كده بيطلع منها الورقة بتاعتها او النبتة بتاعتنا بتطلع منها. اه هي تتحط على اي اتجاه هتطلع ان شاء الله يعني بس اه يعني ما تتحط بالنفس الشكل اللي انا يبقى ورهو لكم ده يعني بوز الحباية يبقى لتحت. اه تطلع معانا على طول ما تغيب شيء. اه بنتكب بعمك مسلا اه اتنين تلاتة سنطي وبنغرز كل كيس زي كده بنحط فيه اربع بزرات او خمسة. اه نحط بزيادة يعني فيه. ما بيزعلش في حاجة. بنقول اللي بزرع وبيزرح حوالي خمسة سنطي كده. ده الموضور في الكيس بتاعنا اللي هنزرح فيه او في الشالة اللي هنزرح فيها. طبعا ممكن نجيب اي سطل بلاستيكي او اي جردل صغير ونزرح فيها وبعد كده ننقله اه في برميل كبير. اه ده بالنسبة لللي هو هيزرع مسلا شجرة جنب البيت او كده او عنده حتة فاضية قدام البيت او اه على السطوح مسلا ان هو ينقلها اه في برميل اه كبير. طبعا كل ما 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 السطل او الحاجة اللي احنا زرعين فيها هتكون اكبر كل ما يكون الصمار بتاعتها بتكون اكتر لانها بتكون اه جزور ياما. يعني مش هنجيب مسلا نصيص اه اشرر رتل مسلا وهنجيبه زي مسلا برميل. ممكن اه نجيب برميل عادي كبير مثل رتل ومنقطعه من فوق ونزرح فيه بس بعد ما الشتلة تكبر معنا ننقلها فيه. وتكون اه نخليها على شجرة واحدة يا ريت يعني ما حدش يعني يسيب كل الشتلات دي. انا بزرع الشتلات دي كلها على اساس اه على حسب نوع البزور برضو الطب مختلفة. فاحنا بنسيبه لما توصل مسلا اه متر معانا او تمانين سنطي. بيبان العود اللي هو الاقوى من العود الضعيف. فبنشيل كل الضعيف ده وبنسيب اللي هو العود اللي بيكون ادخن واطول معانا. وبعد كده بنشيل الباقي ده كل بنقطعه من على وش الارض معانا. ما نحاولش برضو ان احنا نخلعه اه بالجزور بتاعته. لان هو سبحان الله اللي في ده هو معانا من يعني الشعيرات بتاعته ومن اه من النباتات اللي هي بتعمل حمولة جامدة. والحمولة دي اه مشكلتها انها بتبضعيفة. حتى ممكن انتم شايفين في المزرعة عندي انا زرع فلفل. لان الفلفل ده طبعا ريحه حلو جدا على اللوف. اه الحاجة تانية ان هو بيضلل معانا على على الجزور بتاعته لو ان الجزور بتاعت الليف ديا بتوبة سطحية. يعني معظم الجزور بتاع الليف بتوبة سطحية ما بتوباش على عمك وتحت. فلما بيحصل الارض عندي بتنشف وبتشقق التشققات ديا بتقطع الحمولة دي. فالفلفل مسته الحلوبة ان هو بيضلل على التربة ما يخلقاش تعمل تشققات معانا. دي في الفترة اللي هي اه بيكون اللوف لسه ما ضللش لانه هو بياخد لغاية حوالي شهر اه ستة او لغاية يعني خمستاشر سبعة على ما بيحاول اه العرش بتاعه ان هو اه بيكتمل النمو بتاعه وبيكسي الارض بحالها وبيضلل في الحالة دي خلاص اه الجزور بتاعته معاك شو بيصبها حاجة. انا بتكلم على الفترة اللي هو من اول ما بتزرع دلوقتي من اول اربعة لغاية شهر سبعة معانا. الفترة ديا الارض الحرارة تبقى عالية. ومعرضة ان هي يحصل فيها تشققات ديا لان زي ما انتم شايفين انه بار وراي غمر مش طنقيت. نحاول ان احنا يعني الافضل كمان ان احنا نكموها بعد ما نسيبها يمون في المية البزور دهيا نحطها في قطعة قماش ونخليها في درجة حرارة عالية. بحيس ان هي اه تحلبا معانا او اه تطلع معانا الزرارة بتاعتها. في الحالة دي مجرد ما بزرحها على طول ما بتغيبش وبتطلع معانا ايه بسرعة. بتوفر علي كتير خالص لان اه لما بنزرحها زي ما هي كده بتغيب شوية على ما بتطلع معانا. اه بتطلع ان شاء الله ما بيحصلش فيها ناية بتضرب ولا حاجة. بنسيب لو احنا نزرح في كيزة كده بنسيب برضو شوية في الكيس عشان اما نجي نحط مياه يبا في مجال اه تحتفظ بنسبة من المية يعني. طبع البزورة زي ما انتم شايفين هيا يعني ايه لو كانت كاميرا كمان يوم كانت احلبنت معانا بس هنزرحت في الطرب على طول وانا تزلت مية. اه بعد كده بنحط لها المية برضو ايه زي ما احنا شايفين بالشكل ده او ما نحاولش برضو ان احنا ما نجي نفضي اه نفضي في مكان واحد عشان اه المية دي ما تعملش اه اه مكان اه في الشال اللي احنا زرعين فيها نحاول ندعي واحدة واحدة كده. لغاية ما تشرب معانا وتستكفى بالمية وخلاص بعد كده بنرويه بقى كل يومين او تلاتة على حسب المكان اللي انا حطت فيه الشتلات بتاعتي او البزور بتاعتي. او بعد نسايبها عندي في المزرعة مكشوفة للشمس. بس يعني ايه اه سايب برضو حوالين منها كده مشمع وبتبع بحيس ان هي ما تتعركش للحرارة ايه الشمس العالية اه في طوال اليوم. بنفتع برضو لو هنزرع في كيس زي كده نحاول ان احنا نخرمه. لانه لو مصفاش المية بتاعته دي اه البزور اللي جواها تضرب. او عن الشالية كده كده بتبقى مفتحة معانا من تحت. بنعمل كام فتحة فيه بحيس ان هو ايه خلاص هي شربت والطرب معايا بقت اه طرية معانا. مش محتينا للمية الزيادة اللي هي اه موجودة يعني. لو احنا مثلا زرعنا كده ولقينا اه يعني التربة اللي انا زرع فيها اه نشفت ولسه البزور ما زرعتش او ما نباتت شي بنيديها نزبط مية برضو. المية مش هتزعلة في حي ما تخافوش يعني ادوها مية لاني حبيتها جمدة جدا ومالصعب انها تضرب يعني اللي ازا فضلت في المية لفترة طويلة. في ناس بتسألني بتقود اه بيقول لك بتقود عدية على ما بتزرع معانا او تنبت معانا. هي اه يعني ممكن من عشرة ايام لاتناشر يوم. اه اقصى حية خمستاشر يوم لو هي اه نسبة التربة بتاعتها او العمق بتاع البزرة اه غوية جامد. يعني لو بقى فوق منها مثلا اه في الحاج اللي احنا زرعينها حطناها على عمق مثلا خمسة او ستة سنتي. اه بتغيب شوية. انا بتكلم على التربة العاديا اللي زي كده. في ناس بتزرع بقى في الكمبوست والحاجات دي دي يوبقى اه هايش موباش متماسك زي اه زي الطين اللي احنا شايفينها قدامنا دي. فبتطلع على قول ما بتغيبش فيه. حتى في المشاتل بتطلع معانا بسرعة برضو. لان ما بزرعوش في تربة زي كده. زي ما انتم شايفين هو ده بعد اه اتنشر يوم. ما شاء الله طلعت كلها على ورقتين نهيا. وفيه لسه برضو اه ما طلعشي. اللي هي الحباية الغوية جامد او المطفونة يعني جوة التربة جامد. لسه ما طلعتش معانا. بس هي مزرعة يعني. اهو بالشكل اللي انتم شايفينها ده انا. طبعا ما شاء الله ما بيغيبش منها حية خالص. ونرويها برضو زي ما اتكلمت. اه كل يومين او تلاتة. طبعا في الشليات نشفت بسرعة لان الشليات اه الاخرام بتاعتها واسعة. فدايما بتصفهم عيطها على طول. اما بالنسبة للكيس فالطربة تحته زي ما انتم شايفين لسه يعني ايه الطنة طايتها احنينة. وممكن عادي نزرع في في الطربة هو نشفة وننزل المية او اه تكون الطربة طرية ونزرعها عادي فيها برضو يعني ما بتزعلش في حاجة. كنتم مشوفتوا محطات المزور ديا معانا كانت الطربة اه يعني مفلفلة وكانت طرية ما كانتش نشفة اوه. هو متل بيحب المية يعني المية بتزعلوش في حاجة. لو احنا لانا نشف زي كده وحبينا نرويه كل يوم او يومين. اه لغاية ما بيعمل الجزور بتاعته. ده عشان ان شاء الله لو حد محتاج شتله او اه في بعض الشتلات ما طرعتش ان شاء الله طبا موجودة عند ان شاء الله. ويا رب كنا قدمنا لكم حية مفيدة وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة وعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.